أيضا وعلى هامش القمة العالمية للحكومات بحث صاحب السمو الشيخ محمد دابر راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ومعالي علي أسدوف رئيس وزراء جمهورية أذربيجان سبل الارتقاء بمختلف أوجه التعاون بين البلدين وضمن كافة القطاعات الحيوية التي تدعم مستهدفات التنمية المستدامة للبلدين وتخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين وتناول اللقاء مجمل العلاقات الثنائية وما تشهده من تطور مستمر في ضوء توافق الرؤى حول أهمية تعزيز روابط الصداقة عبر مسارات جديدة لأسيما في مجالة التبادل التجاري والسياحي والاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة فضلا عن التطرق إلى مجمل المستجدات على صحتين الإقليمية والدولية والموضوعات محل الاهتمام المشترك